نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بلك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني مأدبة العشاء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تكريما لأصحاب السمو الفخامة رؤساء الوفود بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لقاء التشاورية الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى وذلك بمركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات بجدة بعد ذلك ودع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أخاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كما ودع سموه أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وأصحاب الفخامة رؤساء الدول الآسيوية ترجمة نانسي قنقر